السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة في قناتكم تربية بيتي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مكون رهيب رهيب بمعنى الكلمة وفي موافز الوقت مش غالي يعني هو مش رخيص قوي ومش غالي قوي اعتبر بالنسبة للأدوية وبالنسبة للخسار اللي ممكن لقدر الله تحصل لنا في طيورنا بسبب الفيروسات وانتشارها في الوقت اللي احنا في ده نعتبر شغالي ابدا هي سعر يعني اعتبر متوسط وهو يعتبر حاجة موجودة في بيوتنا ولو مش موجودة عندك هتيها وخليها عندك باستمرار علشان في الفترة دي بالذات بداية من شهر ثلاثة وشهر اربعة لازم تستخدمي الحاجة دي او المكون ده باستمرار على اقل مرتين في الاسبوع او مرة يعني اقل خلص بقى مرة في الاسبوع علشان تحمي فراخك من الفيروسات او الحمام او بطة او الكاتاكيت او اي حاجة موجودة عندك ان شاء الله النهاردة هنعمل خلطة رهيبة وفعالة للخنفرة وللبرد وللكمشان والكششان وللطيور اللي هي عندها عطس ورشح وبرد وخنفرة وحاجات كتيرة كده بتبقى مش حلوة في الظروف اللي احنا فيها دي وممكن نحطها كمان كوقاية للطيور بتاعتنا علشان نخليها تبقى عندها مناعة قوية لان المكونة اللي احنا نستخدم ان شاء الله في مناعة في يعني فيه اه يعتبر مضادة اكسادة عالي واي مضادة اكسادة اي حاجة مضادة اكسادة قوي يعرف ان ده رافع مناعة قاعدة كده كل مضادة اكسادة فهو يعتبر رافع مناعة قوي اه انتو دايما انتو شايفين كده الفراخ اه انا بدايما ببدأ بان انا بحط لهم الاكل البيت والخضار والحاجات ديت في البداية اه مع شوية بسيطة جدا من العلف اللي احنا عملناها بعض ليهم الخلطة العلف اللي احنا عملناها دي خلطة موفرة جدا اه بحط منها شوية زغيرة كده والخضار او اي حاجة اكل بيت عندي بس طبعا اهم حاجة ما يكونش مبلول فراخ بتبيض ما تحطيش لها ولا حتى الصغيرة اولا الفراخ الصغيرة متاكلش اكل البيت الا بعد ما يتم شهرين بالزبط تمام اه سانية الفراخ كلها عمتا متاكلش اي اكل علي مية اكل مع مية بيعمل لها انتفاخ الناس اللي بتقول العيش هو حلوة ولا وحش في الفراخ العيش المبلول اكبر مصيبة ممكن تفتيح الفراخ لكن العيش الناشف المتشوش او انت مكسرها ما فيش منه اي مشكلة او حتى لو عيش بايت وانت فرقتي بايدي كده وقطعتي مناشف ما فيش في منه اي مشكلة انما المشكلة الكبيرة في العيش بس يعني ما تكتريش منه علشان بيعمل دهون لما يكون فراخ بطبيوت بيعمل دهون جزيد زي ده قوي يمكن اكتر من الدرة اه مشكلة الوحيدة ان احنا نكون بلينه او يبق عليه مية اه ده اكبر مصيبة لانه بيعمل تخمر وبعد كده بيعمل انتفاخ واتلاقي الفرخة وقفت على جنب ومش هادية تاكل حصاليتها منفوخة ومش قادرة تاكل تاني وبعد كده ولا قدر الله هتموت فعلى ايه احنا هنحط عيش بكميات بالنسبة للفراخ بالزيت او للحمام عيش بكميات قليلة يكون ناشف او مفروغ لكن مبلول لأ تمام غير كده بقى احنا لازم نحط اي اكل واي خضار موجود كل موسم موجود حتي منه لفراخك هاتي من اخفي السوق اخر النهار باستمرار وحتيه من ناحية هتوفري وجبة توفري وجبة محترمة ان الفراخة تاكل وتشبع وكمان هتبقى عندها يعني تعويض للفيتامينات والمعادن اللي جسمها محتاجة ومن ناحية تاني هتوفري وبعد كده هتحط طقة واحدة بس من العلف اللي انت بتحطيه زي ما انا ببعمل كده بحط مرة واحدة بس يعني في بداية اليوم انتو عارفين النظام اللي انا قيل لكو علي هنجي كده في حلة كبيرة فيها يجي 3-4 لتلومية وهنحط دي معلقة كبيرة من الشاي شاي الاسود العادي اللي احنا بنشربه وده نعناع اغدر اغليه علشان يبقى موسع للشعب الهوائية عند الفراخ اللي عندها خنفرة وكمان دوت معانا هو ده المكون اللي متكلم عنه النهار ده وهو القرونفل القرونفل يا جماعة والله العظيم كنز 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 رهيب لازم يكون عندك باستمرار في البيت وتحطيك وقاية للطيور بتاعتك باستمرار ولو في لقدر الله مرد او حاجة هتعمل الخلطة دي دي الخلطة ديت حلوة جدا للبرد والخنفرة والعطس والكخة والكمشان والكششان كل الحاجات اللي بتبقى عندي الفراخ انا هحط مقدار معلقة كده زي ما انتم شايفين على الكمية المياه ديت مع النعناع دوت والشاي وهغليهم حبة كويسة يغلي حوالي عشر دقايق كده بعد كده هبرده خالص خالص وبعد كده هنعصر عليه لو عندك لامون لو عندك ريفو حطي قرصين ريفو والخلطة دي تعمليها ودعيلي ان شاء الله الفراخ بتاعتك يعني هتبقى في منتهى الجمال حتى مهما كانت عندها عطس وكششان وخنفرة تعمليها قد كم مرة بقى انا اعملها اربع خمس تيام وربع دي متوصلين حتى اسبوع مفيش مشكلة ده للفراخ العيين طب انا فراخ سليمة ما فياش حاجة وانا عايزها كويقاية اعملها مرة او مرتين في الاسبوع بالذات في شهر اربعة طول شهر اربعة القرنفل ما اقطعش من عندك اربعة وطول شهر الربيع طول فترة الربيع من تلاتة واربعة القرنفل ما تقطعش من عندك ليه بقى اقولك ليه اولا القرنفل ده يستي كل مضاد رايب جدا للالتهابات تمام اي التهابات سواء فيروسية او اي نوع من التهابات القرنفل مضاد قوي جدا للالتهابات اللي يمنى بقى في القرنفل مضاد فيروسات غير طبيعي يعني ممتاز جدا مضاد قوي جدا جدا يعتبر اقوى اقوى مضاد فيروسات موجود في الاعشاب اللي احنا بنستخدمها كمان مضادة اكسادة زي ما قلنا قبل كده ومعنى مضادة اكسادة يبقى رافع مناعة ومضادة اكسادة قوي جدا جدا مش مش عادي يعني فبالتالي هو رافع مناعة قوي جدا جدا ففترة اللي احنا فيها دي فترة انتشار الفيروسات والامراض والبكتيريا والحاجات دي كلها لازم نستخدم القرنفل على الاقل مرة في الاسبوع كمان بيحمي الخلايا وجدارات الخلايا من اي بكتيريا او اي فيروسات تهاجمها تخيالي كمان هو اعتبر مضادة حيوي قوي قوي جدا مضادة للسرطنات بشكل غير عادي والاهم من ده كله بقى انه مضادة للتفايليات والفطريات تخيالي ان انت ممكن تستخدمي القرنفل ده للقضاء على الديدان بس مشكلته الوحيدة ان انت تستخدمي فترة طويلة يعني مثلا لو قد استخدمه قد عشر خمستاشر يوم كده وربعا وطبعا في الحالة ديت هو بيقتي الكود والفطريات والتفايليات كلها فهنحتاج بعد كده نحطي بعدي خميرة خلال فترة العلاج لو انت هتعلجي الديدان بالقرنفل بس القرنفل كموسع شعب وحلو جدا للسدر وحلو جدا ومضادة للفيروسات فدول حاجتين كفاية قوي عليه مش مهم بقى حكاية الديدان دي هو بيقضي على التفايليات بطريقة رهيبة جدا لو استخدمناه مرة في اسبوع مرتين في الاسبوع حلوة قوي قوي ما نقطرش منه لما كنت طيورنا سليمة ما نستخدمشه كل يوم هو طبعا يعني اعتبر غالي الحابة اللي انت شفتوهم دول بخمسة جنيه يعني فبالنسبالنا احنا اعتبر غالي ويعني القرنفل في مصر من البهارات الغالية شوية فاما تستخدميه او تجيبي حابة بخمسة جنيه وتعمليهم على اربع مرات كوقاية كل اسبوع مرة في فترة الفيروسات اللي احنا في هدية وانتشار الامراض والموت الفجأة للطيور فان شاء الله يرفع مناعة الطيور بتاعتك ويقويها خلال الفترة اللي جاية هتو تستخدمي القرنفل مرة في الاسبوع تغليه بقى مع شاي مع لمون مع عايزة تحطي مثلا ريفو قرصة او قرسين مفيش مشكلة مع نعناع مفيش مشكلة ويبقى ممتاز جدا جدا جدا. اه يا رب يكون الفيديو عجبكو وتكونوا استفدتوا منه ويكون اه يعني اخدتوا معلومة جديدة وصدقيني اسماعي الكلام واعمل القرنفل كوقاية لو ما عندكش امراض ولا ولا قدر الله عندك مشكلة صحية وكهشة والفراخ كشين حطي الوصفة اللي احنا عملناها دي كاملة. ارجوكم بقى ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة وشكرا والسلام عليك. سلام.